اشتركوا في القناة اليوم الجمعة الموافق السابع والعشرين من يناير من العام الفين وثلاثة وعشرين وبرعاية الوسيطة الأمثل والأفضل للتداول في الشرق الأوسط الشركة السويسرية العالمية للوساطة المالية وبإمكانكم التسجيل والاستفادة من الخدمات العديدة والمتميزة الذي تقدمها الشركة من خلال الرابط الموجود في صندوق الوصف أسفل الفيديو إذن أخواني لعزاق قبل أن نبتدي فقرة التحليل الفني نذكر بأهم البيانات الاقتصادية التي سوف تصدر خلال اليوم ولا تأثير على حركة الأسعار وقت صدورها وسوف يكون لدينا بيانات هامة جدا تبتدي على اليورو في تمام الساعة الواحدة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة وهو خطاب السيدة لاغارد محافظة البنك المركزي الأوروبي ومن ثم على الدولار الأمريكي تصدر البيانات الهامة والنارية في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة والذي يعد المؤشر المحبب إلى قلب الاحتياط الفيدرالي وهو مؤشر السعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي والذي يعد من مؤشرات الأرقام القياسية الذي تحدد مدى التضخم في الاقتصاد الأمريكي ومن ثم في تمام الساعة السادسة مساء على الدولار الأمريكي أيضا يصدر مؤشر مبيعات المنازل المعلقة إذن أخواني العزاء نبتد فقرة التحليل الفني بتحليل مؤشر الدولار الأمريكي الدولار اندكس ونلاحظ أخواني العزاء أن البيانات الاقتصادية الهامة على الدولار الأمريكي قد صدرت وهي بيانات البطالة والناتج المحلي حيث أنها كانت مخالفة للتوقعات وصدرت البيانات بشكل لا يحبه الاحتياطي الفيدرالي حيث أن الاحتياطي الفيدرالي يرغب في سوق عمل ضعيف وبطالة أكبر لتحقق الركود الناعم من أجل القضاء على التضخم ولكن أتت الرياح بما لا تشتهي السفن وانخفضت طلبات إعانة البطالة بنسب أقل من الأسبوع الماضي وأقل من التوقعات أيضا وشاهدنا أن ناتج الإجمالي المحلي قد حقق نمو بنسب 2.9% مخالفة للتوقعات عند 2.6% ولكن حتى اللحظة لا يزال مؤشر الدولار الأمريكي يتداول تحت الضغط وفي المناطق الحمراء وذلك لأن لدينا بيانات هامة منتظرة على الدولار وهو المؤشر المحبب إلى قلب الاحتياطي الفيدرالي وهو مؤشر سعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي والذي يعد من مؤشرات الأرقام القياسية الذي سوف تحدد مصير أسعار الفائدة على الدولار في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع القادم إذن أخواني العزاء وعلى الرسم البياني نعود مجددا للجلسة الرابعة على التوالي لمستوى 102 حيث أن الأسعار إذا نجحت باعتلاء مستوى 102 وأكدت اختراق 102 والثبات أعلى المتوسط المتحرك قد نشاهد موجة صحيحية صاعدة تطال مستوى 103 وأما كسر مستوى 102 وعودة التداولات دونه قد تقضي على آمال العودة للدولار الأمريكي وقد نشاهد انهيارات متتالية فيجب الحذر أخواني العزاء لأنه لدينا بيانات هامة على الدولار وقد تؤدي إلى تقلبات في الأسعار إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج اليورو دولار وانشاهد زوج اليورو دولار يعود ليتمحور حول المتوسط المتحرك وحول نقطة الـ 1.09000 مجددا وإذا نجحت الأسعار بإنهاء التصحيحات والعودة مجددا أعلى مستوى 1.09000 قد نشاهد انطلاق سعرية لتستهدف مستوى 1.10000 ولن يلغى هذا السيناريو ويستمر زوج اليورو دولار في تصحيحات وموجة تصحيحية هابطة إلا إذا استمر بالتداولات دون مستوى 1.09000 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الباون دولار وانشاهد أخواني العزاء زوج الباون دولار لا يزال تداول في ظل القناة الصاعدة وإذا نجحت الأسعار بالتماسك أعلى مستوى 1.23150 قد نشاهد انهاء التصحيحات وعودة الانطلاق للجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي وزيارة مستوى 1.2500 27000 ولن يلغى هذا السيناريو إلا بكسر مستوى 1.23150 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الباون دين ونلاحظ أخواني العزاء زوج الباون دين يستقر بالتداولات أعلى الأب تريند لاين مقتربا من منطقة المقاومة الماثلة عن مستوى 162 والذي إذا نجح باختراقها سوف تمتد مكاسب الجنيه الاسترليني مقابل الانوى الاستهداف لمستوى 165 ومئة وثمانية وستون على المدى المتوسط ولا نلغى هذا السيناريو التفاؤلي إلا بكسر مستوى 159 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي وتعود الأسعار مع قوة الدولار الأمريكي تقرار أعلى الواحد وسبعون ألف قد نشاهد فعليا إنهاء التصحيحات والانطلاق صوب الاثنين وسبعون ألف ومستويات أعلى منها ولن يدخل الزوج في موجة تصحيحية هابطة إلا بالتداول دون المتوسط المتحرك لمدة خمسة وخمسون يوم أسفل مستوى الصف فاصلة واحد وسبعون ألف إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الياباني ولا يزال التداول في ظل القناة الرئيسية الهابطة واستمرارية التداولات أدنى مستوى المائة وواحد وثلاثون فاصلة خمسمية لا تزال ترجح السيناريو السلبي الذي قد يستهدف مستوى المائة سبعة وعشرون ومائة وأربعة وعشرون مقابل الدولار واحد ولن يلغى هذا السيناريو إلا باختراق مستوى المائة وواحد وثلاثون فاصلة خمسمية إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الليرا التركية ولا تزال التداولات الصاعدة والإيجابية هي المسيطرة على الزوج ومثلما تحدثنا سابقا ثبات الأسعار أعلى مستوى ثمنتاش فاصلة خمسون لا تزال ترجح الكفة الإيجابية التي قد تستهدف ثمنتاش فاصلة خمسة وثمانون وتسعيطاش ليرا مقابل الدولار الواحد ولن نشاهد تعافي لليرا التركية إلا بكسر مستوى ثمنتاش فاصلة خمسة وستون إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي وشاهدنا البيتكوين يلامس ويغازل مستوى الأربعة وعشرون ألف دولار البيتكوين الواحدة وحتى اللحظة استمرارية التداولات بهذا الشكل أعلى 21 ألف وستمائة دولار مقابل البيتكوين الواحدة لا يزال يرجح الكفة الإيجابية التي قد تستهدف مستوى ستة وعشرون ألف دولار للبيتكوين الواحدة وشرط استمرارية التفاؤل للبيتكوين هو الثبات أعلى مستوى الواحد وعشرون ألف وستمائة دولار إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل الريبل مقابل الدولار الأمريكي ونشاهد الريبل لا يزال يتداول في ظل قناة صاعدة واستمرارية التداولات بهذا الشكل أعلى 38 سنت لا يزال يمنح الريبل فرصة لاستعادة الزخم الإيجابي والسيطرة عليه والاستهداف لمستويات الخمسة وأربعون سنت خلال التداولات القادمة إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل ملك الملاذات الأمنى الذهب ونشاهد أخواني لعزاء أن الذهب لا يزال يتداول في ظل القناة الرئيسية الصاعدة على الأبتريند لاين الرئيسي الصاعد ولكن شاهدنا بعض من التراجع جراء قوة مؤشر الدولار الأمريكي الذي ظهرت فور صدور بيانات إيجابية غير متوقعة على الدولار الأمريكي وحتى اللحظة أخواني لعزاء الهبوط الذي حدث في الذهب لا يزال يصنف كتصحيحات لا أقل ولا أكثر ونشاهد أخواني لعزاء طوالما أن الذهب يتداول في ظل المنطقة أو الزون المظلل أمامكم على الرسم البياني أي ما بين خط الاتجاه الصاعد الفرعي والرئيسي لا يزال حتى اللحظة هذه التحركات تصنف كتصحيحات وكحركة صحية الأسعار ولا نغير نظرتنا الإيجابية على الذهب إلا بكسر مستوى 1900 دولار للأنصة الواحدة وكسر مستوى 1900 دولار حينها قد نغير النظرة الإيجابية ولكن ثبات الأسعار وتداولها على 1900 دولار لا يزال يمنحنا فرصة للذهب للإنطلاق صوبى 1950 و1980 وعلى اللونغ تيرم قد نشاهد 2020 دولار على الأنصة الواحدة وبشرط واحد وهو الثبات أعلى 1900 دولار مقابل الأنصة الواحدة إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل النفط الخام ونشاهد النفط الخام لا يزال يستمر بالتداولات أعلى الأبتشيند لاين واستمرارية التداولات أعلى 79 دولار مقابل برميلة الواحد لا تزال تمكن النفط الخام من محاولات الإنطلاق صوبى الثمانية وثمانون دولار مقابل البرميل الواحد إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل الفضة وتحاول الفضة أن تستعيد الزخمة الإيجابية وأن تستعيد مراكز شرائية جديدة وإذا نجحت باختراق الأربعة وعشرون قد نشاهد انطلاق تعانق الخمسة وعشرون وستة وعشرون خلال التداولات القادمة ولن تلغى المحاولات الإيجابية للفضة ويتم تغيير التريند الرئيسي إلا بكسر الثلاثة وعشرون إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل الغاز الطبيعي ونشاهد الغاز الطبيعي يحاول النجاة والتحرر من الضغوط البيعية حيث أنه إذا ثبت كسر وتم تأكيد كسر مستوى الاثنين فاصلة ثمانون سوف نشاهد امتداد بخسائر الغاز الطبيعي إلى مستوى الاثنين فاصلة أربعون ومستوى الاثنين خلال التداولات القادمة ولن يتحاشى الغاز الطبيعي هذا الهبوط وكابوس الهبوط وشبح الهبوط المهيمن عليه إلا إذا نجح بالتماسك العودة على مستوى الاثنين فاصلة ثمانون حينها قد يدخل في موجة تصحيحية صاعدة قد تستهدف مستوى الثلاثة وثلاثة فاصلة ثلاثون إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل قائد السوق الأمريكي مؤشرة داو جونز الصناعي ونشاهد أن مؤشرة داو جونز لا يزال يتداول أعلى الأبتريند لاين وقد عاود لمهاجمة مستوى ثلاثة وثلاثة ألف وسبعمائة وخمسون الذي تحدثنا عنه سابقا حيث أن تأكيد اختراق ثلاثة وثلاثة ألف وسبعمائة وخمسون وسوف يخلق ويولد فرصة شرائية تستهدف أربعة وثلاثة ألف ومائتين وخمسون وأربعة وثلاثة ألف وسبعمائة خلال التداولات القادمة ولن يلغى هذا السيناريو إلا إذا فشلت الأسعار بالتماسك والثبات أعلى ثلاثة وثلاثون ألف وسبعمائة وخمسون إذن أخواني لعزان ننتقل إلى تحليل معشر ستاندرد أنبورز SP500 وتعود الأسعار إلى الزخم الإيجابي وتعود محاولات الخروج عن القناة الرئيسية الهابطة وهنا محاولة لاختراق الداون تريند لاين الرئيسي وإذا نجحت الأسعار بالثبات أعلى مستوى الأربعة آلاف وتلقي التأييد الإيجابي من خلال التداولات أعلى المتوسط المتحرك لمدة خمسة وخمسون يوم حينها سوف نشاهد الانطلاق صوب مستوى الأربعة ألف ومئة وعشرون وأربعة ألف ومائتين وخمسة وعشرون وخلال التداولات القادمة ولن يلغى هذا السيناريو الإيجابي إلا بعودة التداولات دون مستوى الأربعة آلاف إذا نخواني لعزانا نتقل إلى تحليل مؤشر الداكس الألماني ونشاهد الداكس لا يزال يتمحور حول المتوسط المتحرك لمدة خمسة وخمسون يوم ولن نشاهد انطلاق قادم لمؤشر الداكس وإيجابية قادمة إلا باختراق مستوى الـ 15300 حيث أن اختراقها سوف يؤدي إلى صعود صاروخي قد يستهدف مستوى 15850 و16000 ولن يلغى هذا السيناريو الإيجابي إلا بكاسر مستوى 14800 إذا نخواني لعزانا نتقل إلى تحليل مؤشر الكاك الفرنسي وينجح مؤشر الكاك الفرنسي باستعادة الزخم الإيجابي والسيطرة عليه ويفتتح بفجوة سعرية صاعدة على مستوى 7000 وإذا استمرت التداولات بالتماسك أعلى 7000 قد نشاهد الامتداد بالأسعار صوب مستوى 7250 و7550 ولكن قد نشاهد بعض من التذبذبات لإغلاق الفجوة السعرية الصاعدة ثم الانطلاق مجددا في حال الحفاظ على المراكز الشرائية على 7000 إذن أخواني لعزانا ننتقل ختاما إلى تحليل مؤشر النازدك الأمريكي ونشاهد مؤشر النازدك حاليا يقاتل لمحاولة التحرر من الضغوط البيعية ملامسا خط الاتجاه الرئيسي الهابط وإذا نجحت الأسعار بتأكيد اختراق مستوى 11900 و900 بناء على قاعدة السلوك السعري المشروحة سابقا سوف نشاهد محاولة لتكوين مسار فرعي صاعد قد يستهدف مستوى 12600 و13600 كهدف على اللونغ تيرم وشرط تحقق هذا السيناريو والخروج عن المسار الهابط وتكوين مسار فرعي صاعد هو اختراق مستوى 11900 والثبات أعلىها إذن أخواني لعزاء إلى هنا نكون قد انتهينا من فقرة التحليل الفني اليومية أشكر لكم حسنا المتابعة وتقبلوا مني طيب التحيات وفي أمان الله